والبداية من فرنسا حيث قالت الشرطة الفرنسية إن جنديا فتح النار على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر وسط العاصمة فاريس وأصابه بجروح خطيرة وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يهتف الله أكبر وحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وأضفت الشرطة أن المشتبه فيه المصاب لم يكن يحمل متفجرات وقد جرى إخلاء المنطقة وتطويق متحف اللوفر فيما وصفت وزارة الداخلية في حسابها على تويتر الحادثة بالخطيرة هذا قال رئيس الوزراء الفرنسي إن هجوم اللوفر يحمل طابعا إرهابيا